موسيقى مرحبا حالاجديد من برنامج اخبار صباح لليوم الاحد 23 حزيران وبحلقتنا عدد كتير من التقارير نكون على موعد معه وضيفنا لليوم هو الفنان عيسى غندور لنحكي معه اكتر عن مسيرته الفنية وعن اعماله المستقبلية انما البداية باخبار صباح مثل العادة اتصال مباشر من مصلحة الارصال الجوية معنا استاذ محمد كنج على الخط مرحبا يا هلا موجود استاذ محمد كيفت؟ ماشي الحمد لله كله منيح؟ صحيح والتقس منيح؟ بالتقس اجمالا اليوم بعده البكرة بمبلش نشخد كتل هوائية حرة وجافة صيرت تسيطر على الحوض الشرك المتوسط على شوب يعني؟ صحيح اوكي بالتفاصيل؟ بالنسبة لليوم قليل غيوم اجمالا عنا ارتفاع درجات الحرارة لمناطق الداخلية وعلى المرتفعات اوكي بالمناطق السحلية ما عنا اي تعديل عن درجات الحرارة تعتمباري نعم بكرة بيكون صافي الى قليل غيوم عنا ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات وبدكون فوق معدلاتها الموسمية ولقي متى بيكفي؟ الارتفاع هيضل مكفي لنهار الاربعة لنهار تريتا اربعة يعني صحيح والتلاتة كمان بيضل لانه مكفي الارتفاع بدرجات الحرارة كمان ارتفاع اكتر ارتفاع اكتر صحيح هوني منحذر يعني منحذر كمان من الحرايق حرايق نعم منخفضة يعني بين الخمسة وخمسين والخمسة وسبعين بالمية اوكي درجات الحرارة اليوم بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم ع الساحل بين 20 و 28 درجة اوكي فوق الجبال من 13 ل 25 درجة بالمناطق الداخلية من 16 درجة ل 29 درجة بكرة كم درجة رح ترتفاع بكرة بالمناطق الساحلية حتكون بين 21 و 31 درجة بالمناطق الجبالية من 15 ل 29 تقريبا بشي اربع درجات عن اليوم بالمناطق الداخلية بين 16 و 32 ل 33 درجة كتير اوكي طيب نحنا منشكر هالمداخلة منك استاذ محمد يعطيك العافية نحكيكم بكرة الله معك مرحبا بيرات مرحبا جوال لألك ولكل المشاهدين جولة على عنوين صحف بيروت لصباح يوم الاحد بالاضافة الى المجالات الاسبوعية نبدأها هلا جولتنا اليوم الاحد بنبدأها مع عنوين صحيفة الحياة تعشرات القتلى والجرحة بمنطقة السيدة زينب داعش تبنى التفجيرات والقصف يشل توزيع المساعدات على مناطق محاصرة اجلان الى الاقامة الجبرية لتسهيل الحوار التركي مع الكردستاني الحريري انا من شربت كأس السم ومشيت بالمبادرة السعودية للمصالحة الصدر يأمر الثوار بوقف التظاهرات في رمضان ردخ لضغوط الاحساب الشيعية لتفادي موجهتها المرجعية حكومة الوفاق تطرد داعش من ميناء السرط الحوثيون ينفون تفاؤل ولد الشيخ بتحقيق تقدم في المشاورات مقتل اثنين من عناصر القاعدة بغارة في مأرب الحرب اليوغوسلافية تشارك في مباراة كرواتيا تركيا اغاني استاشية انفصالية عدوانية طلب منعها في يورو 2016 الظواهر يبيع الملة هيبة الله تأكيدا لروابط القاعدة المتينة مع طالبان وبالصفحات الداخلية بالحياة لليوم مبادرة سلام روسية للشرق الاوسط حبيسة الادراج وختيما ترامب يهاجم كلينتون الضعيفة امام الاسلاميين من صحيفة الحياة الى صحيفة المستقبل الحريري يقر بذنب حماية لبنان من جنون الاخرين انا المسؤول عن مساري التيار منذ استياح بيروت وكذب الاسد ومنورات حزب الله الى شضايا الانتخابات رواية سعد الحريري بارادتي وقناعتي تفجيرات دموية في السيدة زينب يتبناها داعش انتهاكات الحجد تؤخر استعادة الفلوشة ودائما بالمستقبل محكمة كندية استخدام اموال ايرانية لتعويض ضحايا هجمات حزب الله الرجل الذي فقد ظله عنوان مقالة بولشاولا اليوم بصحيفة المستقبل وبالعناوين الداخلية لا جهزية خارجية لحل ملف الرئاسة ايران واسرائيل واللاعداء التاريخي تنورين هوية وريادة وضمن حديث الاحد بصحيفة المستقبل اليوم منا فياض على حزب الله الاختيار بين الجنسية اللبنانية والايرانية ورياضيا بالمستقبل روسيا تعادل انجلترا وشغب في مرسيليا وضمن مبارية اليوم باليورو 2016 تركيا كرواتيا على الساعة 4 بولندا ايراندا الشمالية على الساعة 7 والمانيا اوكرانيا على الساعة 10 من صحيفة المستقبل مننتقل الى عنوين صحيفة الشرق الاوسط وبالعنوين بعد امريكا كندا تصادر ارصد ايرانية لتعويض ضحايا الارهاب اتوا الحالس الثوري يخطط لصفقة تبادل بعد احتجازه بعد احتجازه استاذة جامعية داعش يخرق معقل النظام السعودية المتبرعون لجهاد غير مرخصة تحت طائلة المساءلة التركي للشرق الاوسط حجز ووقف تحويل الاموال عن 171 حساب بنكي تمول الارهاب ليبيا داعش محاصر داخل كيلومترات معدودة في سرط موعد اعلان تحرير المدينة بات في الافق ثلث سكان العالم لا يرون النجوم بسبب التلوث الضوئي 99% من سكان الغرب لا يمكنهم رؤية درب التبانة وختيما بالشرق الاوسط تحالف دولي من شعراء وادباء لتسخير الشعر من اجل السلام اصلنا الى المجلات الاسبوعية والبداية مع عنوين مجلة المسيرة وعدد خاص وتحيي للباتريارك من نصر لبطرس سفير وبالعنوين سر نداء المسيرة في صومعة الباتريارك سفير الباتريارك سفير 96 عاما على مفارقة في ذاكرة الوطن والاجيال الباتريارك سفير اصلي الانتخاب رئيس في الغرفة المتواضعة يمضي الباتريارك الكبير بتواضعه ايامه وليليه وهو لا يعدها سلم مشيئته لامه العذراء والقدسين الذين قرأ سيرتهم ومشع على خطاهم ولا يزال طوبى للباتريارك الذي شق بعصاه طريق الحرية من المسيرة الى مجلة الافكار بعد فتح صندوق الاسرار النقاط على الحروف بين الوزير نهاد المشنوق والسفير السعودي العسيري وزير الداخلية الاصبق زياد بارود اللبنانة مفقودة في معركة الرئاسة والكلمة للخارج بكل اسف الحريري ينعى 48 اذار ويبدي رغبته في ترك السياسة هذه هي خطة تركيا لاحتلال حلب وتتركها وامتبعين مع الافكار مصانع لبنان تحت رحمة مزاحمة المصانع السورية زيارات متتالية للقيادة العسكرية الامريكية لبيروت هدفها متابعة جهوزية الجيش في مواجهة الارهابيين اضطراب متجدد في العلاقة بين جنبلاط وارسلان على خلفية نتائج بلدتي شويفيت وحسبية تيمو جنبلاط رئيسا لمجلس الشيوخ التناغم بين الاجهزة الامنية حافظ على السلامة العملية الانتخابية والمشنوق ادارها بكفاءة وزير الداخلية والبلديات الاسبق زياد بارود الرئاسة الان جزء من سلة متكاملة تشمل قانون الانتخاب وتوقيت الانتخاب وسياسة لبنان الخارجية من الافكار الى عنوين مجلة الشراع عماد الحوت الطائفة السنية بحاجة لقيادة جماعية تحت عنوان محاربة ايران وحزب الله لوبي عالمي ناشط لتدمير مصارف لبنان حزب انطون السعادة في سوريا لصاحبه رامي مخلوف هكذا غدر بشار بالملك عبد الله انيسي مخلوف الاسد استعادت هويتها القومية السورية واقسمت للحزب السوري من جديد قبل وفاتها بعد فشلها بتفتيتها موسكو تصفي قادة المعارضة السورية المسلحة قانون الانتخابات عالق وبر يحذر اللوبي المعادي للبنان نجح في التهويل على مؤسسات دولية لسحب استثماراتها في سندات الخزينة وجولتنا نحن نختمع مع عنوين مجلة لبدو ماجازين وبترجمة لأبرز عنوين هالأسبوع محمد علي في لبنان مفاوض لواشنطن المولات المقاهي وأماكن العبادة أهدف داعش ضمن مقابلات لبدو ماجازين لهالأسبوع مقابلة مع وليد خوري وأحمد فتفت طبعا مع حفظ الألقاب نهادر مشنوق مع أو ضد الحريري رزنامة اليورو 2016 اليوم بمجلة لبدو ماجازين وعنوين أخير سياحة لبنان أرض القدسة جولتنا على صحف بيروت لليوم والمجلات الأسبوعية وصلت لختمة بريك ومن بعد منتابع أخبار الصباح تلك المانا